والأقرب والأحق بالفوز شوف هو تكلم على الإحصائيات وتكلم على كل شيء إلى عدد الركنيات اللي ما تكلمش عليهم لا من اليوم لو تشوف عدد الركنيات اللي كانوا لصالح دورتموند ولا هذا ما يعني حتى شيء ولو نقوله من ركنية واحدة كارل باخل استطاع يسجل هادف شوف أنا اليوم المقابلة اليوم أنا نعطيها بصراحة لكارلو أنتشيلوتي أنا كنت نتسائل كيفاش يعني كارلو أنتشيلوتي رح يدخل الحارس كورتوال رغم أن الحارس مونين لكن لم تجيبني على سؤالي حاجزة حنجاوبك حنجاوبك أنا قلت لك اليوم الحد تعلق باريو ريال مادرين دورتموند عملوا شي حتى هذه المقابلة خاصة في الشنط الأول تقريبا نقول لك كانت النتيجة الشنط الأول كانت تنتهي في ثلاثة مقابلة سيفر لدورتموند ولكن ما كانش عندهم الحد لعبوا أمام الحارس اللي كان أدى مقابلة كبيرة ولو أحبب أنه لهذه يا محمد الحارس المقبل هو اللي يلحق ريال مادرين للنهائي ولكن اليوم كيفاش الحنكة تعلق كارلو أنتشيلوتي اختار هذا الحارس اللي هو كان مارض بالإنفلوانزا لا حتى لو لم يكن مارضان ما كان ليلعب المباراة النهائية محمد بعد تلقيه لأربع أهداف الدولة الإسبانية تشوف آخر المباراة التي شارك فيها تيبو كورتوا شفعت له من أجل التواجد في النهائي لأنه حقق كلينشيت في كل المباراة التي شارك فيها لم يتلقى ولا هدف أول مباراة عاد فيها قلونين إلى حراسة المرمى ولو أنه لا يتحمل جزءا كبيرا من الأهداف تلقى فيها ربعية كاملة أمام فريق فياريال وسط استهتار من لاعب ريال مادريد وخصوصا الدفاع ساعد قالك نتيجة شرط الأول كانت تكون 3-0 لبوليسيو أمام باير ميونيخ نتيجة شرط أول كانت تكون عشرة أمام باير ميونيخ نتيجة شرط أول كانت تستاج شفنا المقابلة كيف كيف إنتاك تقول وش هم يديروا ريال مادريد هذا ما وش خطلك كنت منزعج أمام لا لا بسخة أسمعني كنت لك كلمة أسمعني كنت منتوقع أن ماملوك أن كانوا فيزي ريال مادريد 4-0 في الدقيقة 85 أو الله غير أن خط شوف شيخ وقال ما نقوش وما تعشاش كتال خاص المقابلة واتعش كتال في المقابلة لا مين لا مين لا مين خليني لا لا بصح باش من مدوش الحقيقة إخما أحضر الحقيقة شيخ كنت لك شوف شيخ قلت لك ريال مادريد صح ما وش يلعبوا برميار ميت مليح قلت لك بصح هذي فوليو كيما نقوله خطة مدروسة يتحمل عب الليقة يتعب بوريسياد ضم اللي خطة مدروسة يعني لو كانت لقاتلت عاليف قلت لك يعقبوهم ريال مادريد احضر الحقيقة احضر الحقيقة احضر الحقيقة بارك الله وصفهم لم يكن محظوظا اليوم قاسيس لا اليوم مكاش محدود لحد كان مع ريال مادريد لا ما ندخل ليش يا راسي لم يقول لك هذه خطة متعمدة من المدرب لو كانت لقاتلت أهداف مقابل السفر في الشهر الأول خلاص لو كانت لقاتلت هدف واحد بارك والله ما يزيده كما قولوا يتجرؤوا بوريسياد ضمود كما كانوا يتجرؤوا من قبل رح تتغير المباراة نهائيا شوف هل كانت كرة القادم اليوم ظالمة أمين أولا؟ لم تكن ظالمة ميدو هل مباراة مدكرة القادم بوريسيا دورتموند اليوم؟ اعف المباراة بوريسيا دورتموند في الشهر الأول هو اللي يدفع وانت تقدر انت تكون مليح والخصم ديالك يكون أفضل منك ويدفعك أنك تتراجع ويدفعك بكايلان وبخص حق بوريسيا دورتموند في الشهر الأول بوريسيا دورتموند في الشهر الأول ضغط عالي ضغط جيداً. حرم ريال مادريد من الخروج بالكورة بسلاسة في العام. مرديد من اللقاطات. كانت عنده دي ترانزيشن رابيد. طريطة دونجوريز. ريافي كان ماكسيموم دو جوار. شفنا حتى في لقطة تركنية قاسي سايد وين كانوا تقريباً ستة ضد ثلاثة في هجوم. كانت عنده تحولة سريعة جداً. كان ضغط. غلق على منفاتيح اللعب في الشوط الأول. في الشوط الثاني ربع ساعة الأول. كان نفس الشيء. إلى غاية ربما التغيير موش تغيير لعبية. لكن تغيير تركتيكي اللي قم بها كارلون تشيروتي فوق أرضية الميدان. لما بد السيستم ديفونسيف وطريقة اللي كان بها يدافع بها في المباراة. شيء اللي يعطات حرية أكبر لكامو فينغا اللي شفناه كان يجي بس يساند أكثر بيلينغ هام اللي كان تقريباً معزول بعض الشيء. شفنا أيضاً ما ننساوش. لما تضغط عالي المخزول البداني لبوريسا دورتموند. تقريباً من دقيقة خمسة وستين. بدايت راجع قليلاً ما تقدرش تلعب سين دقيقة بنفس الضغط العالي بنفس الإمكانيات. صفري لا كنتم ضوبي. الشيء الواهيد اللي يخليك أنك تلعب سين دقيقة بنفس المستوى. البداني والحضور البداني فوق أرضية الميدان. لما بدايت راجع قليلاً نادي بوريسا دورتموند من الجانب البداني بدت تظهر شوية مساحات. جاء الهدف في وقت اللي فيه في وقت اللي بوريسا دورتموند كان نقص فيزيكمو لعبه ونقص الضغط العالي. وحتى ريال مادريد في شوط الثاني نضيف لك شيء آخر. لو شاهدتوا في شوط الأول ريال مادريد كان يحاول يلعب الاستحوات بأي طريقة ممكنة لما منعوا بوريسا دورتموند. في شوط الثاني جلب بوريسا دورتموند الى حديقته المفضلة وهي الانتظار واللعب على المرتدات السريعة الخاطفة بوجود فينيسيوس رودريغو بالإضافة الى ما قلته قبل تواني هو التحول السريع لكامافينغا بالإضافة ايضا الى بيلينجهام وكارفاخال اللي كان خدال لصندوند فيزيك بارابور القديمي اللي كان داغط عليه في شوط الأول وكان اكتر حضور منه في المباراة. هذه الأشياء خلات ريال مادريد في شوط في الخمسة عشرين ولا في العشرين دقيقة الأخيرة يقدم موجهة أفضل من السبعين دقيقة الأولى دقيقة فقط يكمل العشرين دقيقة هذيك بقوة وليزا تساعده أكتر ومنحه الدافع البسيكولوجي والهدف اللي يسجله هو كان الأول اللي يفتح باب تسجيل بعدها الأمور سهاء من أول محاولة تقريبا من كرة ثابتة لأنه أمين ما كملتناش للإحصائيات بالنسبة للركنيات سعى لبوليسيا دورتموند مليا لريال مادريد بوليسيا دورتموند يتفوق في هذا الجانب وبالنسبة للفرص المحققة للتسجيل ثلاثة لبوليسيا دورتموند وفرصة واحدة لريال مادريد لا لا مكشف منها محمد لا لا هذه موجودة الإحصائيات عندي أمين فرص الحقيقية يا محمد كاين سكة الفرص الحقيقية للتسجيل ستة لريال مادريد موجودة أمين انت عندك موقع وأنا عندي موقع انت صدق موقعتك وأنا موقع التعيي كده أي ستة فرص لريال مادريد اليوم للتسجيل أخويا دخل شوف الموقع نعطيك الموقع لا لا أي فرص أعطيني الفرص ساعة الأخيرة ريال مادريد كان قادرين ينهي المباراة بخمسة أو ستة لا 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 أمين فرص الحقيقية للتسجيل ثلث فرص حقيقية وخطيرة للتسجيل لبوليسيا دورتموند 2-0 ريال مادريد 15 لقبل ريال مادريد 1 لبوليسيا دورتموند لكن عليك أن تعترف بأن ريال مادريد اليوم بوريسيا دورتموند كان الأحسن الحكم كان مع ريال مادريد ريال مادريد كان يستحق طردين أو ثلاث بطاقة حمراء فرونكو عاد إلى الحياة ريال مادريد 2-0 ريال مادريد 2 هل ظلمت كرة القدم اليوم بوريسيا دورتموند؟ نقولش ظلمت محمد قولنا بلي دورتموند كانت قادرة كرة القدم كرمت بوريسيا دورتموند لأنها واجهت ريال مادريد في النهائي محمد هذا بحد ذاته إنجاز هذه حق الكرة محمد فريق يدومين المقابلة ولكن في النهاية ريال مادريد اللي فاز أنا في بعض حيشت في الشوت الأول وين شفت تقريبا ستة حتى سبع مهاجمين تاع دورتموند كيف كانوا يضغطوا عليهم في الشوت الأول يعني يا عمري ماشت مقابلة كما هذي اليوم نقول وزيد نأكد اليوم بلي ريال مادريد كانت محدودة يا لامين يا بن شابير دورتموند كانت قادرة تسجل في أي وقت ولكن كان حرس مرمى كبير اللي هو كورتوا كانوا مقادرين فصلا أحبوش وقالك نربحوا الريال في الدقائق الأخير عمارانش حابين نسجل وتبقى دائما قلت لك كانوا أحسن من ريال مادريد اكرهنا منها هكذا فاريق لم يخسر ولا مباراة هذا الموسم فاريق خسر مباراة واحدة فقط بمساعدة تحكيم أمام أتليتيكو مادريد في البطولة الإسبانية فاريق كان أحسن بالطولة الأرض أوروبيا وإسبانيا فاريق عنده 15 لقب دوري أبطال أوروبا نعم نعود إلى المباراة حامين يستحق احتراما أكبر يا محمد هل ترفع اليوم القبة عالية ترجمة نانسي قنقر